موسيقى تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذا المجهز الأخباري استجهد فلسطينيان على الأقل فجر السبت في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة الشيخ زايد السكنية شمل قطاع غزة مع دخول العدوان الصهيوني على القطاع يومه التسعين بعد المئة وبالمنطقة ذاتها شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على حي الزيتون والدرج في مدينة غزة كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجبالها ومساء الجمعة شن طيران الاحتلال غارة على منزل وسط مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين على الأقل وإصابة ثلاثين آخر وبوسط قطاع غزة يواصل الاحتلال شن غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثف حيث سشهد فلسطينيان وجرح آخرون في قصف على شمال مخيم سرات كما أغار طيران الحربي للاحتلال على منزل بدوار مكي في مخيم المغازي بينما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على دير البلح بالمنطقة ذاتها أذو تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشار جثامين عشرة شهداء من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبا أصيب خمسة فلسطينيين ليلة الجمعة إلى السبت في هجوم جديد للمستوطنين على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع خمس إصابات لمواطنين تعرضوا إلى الاعتداء بالضرب من المستوطنين حيث جرى نقل إصابتين إلى المستشفى وأشرت مصادر محلية إلى أن المستوطنين هجموا القرية من الجهة الشرقية عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المكان وقاموا بالاعتداء بالضرب على عدد من الشبان كما أطلقوا الرصاصة صوب المواطنين ومنازلهم وفي وقت سابق هجم مستوطنون قرية أبو فلاح وأحرقوا فيها 12 مركبة على الأقل وأراضي زراعية في خبر آخر قالت شبكة ABC News الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن إيران قامت بتجهيز أكثر من 100 صاروخ كروز لضربة محتملة ضد إسرائيل كما أضافت الشبكة عن مسؤول دفاعي أمريكي أن الولايات المتحدة نشرت أصولا عسكرية إضافية في المنطقة بما في ذلك السفن والطائرات مشيرا إلى أنه تم تحييد مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية متمركزتين حاليا في شرق البحر الأبيض المتوسط كجزء من عملية النشر إلى تطورات الأوضاع في السودان أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أكد أن المتحركات التي شكلتها قيادة القوات المسلحة السودانية قادرة على حسم تمرد قوات الدعم السريع والقضاء عليه مشددا على أن الجيش السوداني لن ينهار ولن ينكسر وفق تعبيره البرهان وفي كلمة له أمام إطارات وقيادات أو قيادات في الجيش بمنطقة أم درمان العسكرية قال أن التمرد ومعاونه في الداخل والخارج كانوا يريدون فرض أجندات تمكنهم من حكم البلاد دون وجه حق ولكن إرادة الشعب وجيشه حالت دون تحقيق تلك المخططات وحول عملية التفاوض قال قائد الجيش السوداني إنه طالما استمرت الحرب فلا يمكن الذهاب إلى أي مفاوضات مشددا على ضرورة قيام الدعم السريع بإخراج قواتها من داخل المدن ومشيلا في السياق إلى ضرورة تنفيذها التزاماتها التي وقعت عليها ضمن محدثة جدة ختم هذا المجزي الإخباري شكرا للمتابعة شكرا للمشاهدة